المعلن حتى الآن أن زوجة القذافي صفية وأم أولاده موجودة في الجزائر وكان تردد أنها طلبت بتحقيق في مقتل زوجها بعد ظهور فيديوهات على الإنترنت تظهر اللحظات الأخيرة له قبل مصرعه أما ابنته عائشة فهي الأخرى موجودة في الجزائر بعدما فرت من ليبيا بصحبة والدتها وأخيها محمد وكانت وما زالت تدعم موقف أبيها حتى وفاته أما بالنسبة لمحمد الإبن الأكبر للقذافي فهو الأخر فر إلى الجزائر بعدما تردد حول اعتقاله من قبل الثوار أما ساعد القذافي فقد أعلن أنه فر إلى النيجر بصحبة عدد من أنصار أبيه ومؤخرا أعلن أحد محميه أنه أصيب بالهلع لما تعرض له والده أما هاني بعل الذي كان قد تسبب في أزمة ديبلوماسية مع ليبيا وسويسرا عام 2008 عندما ضرب أحد الخدم يقال أنه هو الآخر فر إلى الجزائر مع أسرته أما لائحة القتل من عائلة القذافي بالإضافة إلى العقيد نفسه فهناك سيف العرب الذي أعلن أنه لقي مصرعه خلال أحد غارات النيتو خلال الأشهر الأولى للأزمة أما خميس الذي قاض وحدة في الجيش الليبي والتي أطلق عليها كتيبة خميس والذي اشتهر بأسلوب التعذيب والتهويل فقد قتل خلال قصف للنيتو استهدف مركبته خارج ترابلوس أواخر أغسطس الماضي والمعتصم الذي دفن مع أبيه فقد ظهر مصابا في لقطة حية ومصورة حيث قال طبيب شرعي بعد فحص جثته أنه توفي بعد ولده وهناك هناء الابن التي قيل أن القذافي تبناها وهي طفلة صغيرة ثم أعلن عن وفاتها في غارة جوية أمريكية عام 1986 إلا أن مسؤولا صحيا في ترابلوس قال أنها ما زالت على قيد الحياة وتعيش في ليبيا وأخيرا سيف الإسلام الابن المفضل للقذافي والذي أثارت شخصيته الكثير من الجدل ما يزال مصيره مجهولا وآخر الأنباء تشير إلى أنه في طريقه إلى النيجر لعله يلحق بأخيه الساعد توني مزرعاني العربية